اشتركوا في القناة اول اشواط زمول المهجنات نسير معكم هنا بهذه الانطلاق ونتابع الصدارة ونتابع المقدمة والمركز الاول وصدارة هذا الشوط والمنطلق بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة نتابع هنا الصدارة والمركز الاول ياتي ماضي اهلال بن سعيد بن اهلال الظاهر من يتابع على المركز الاول بينما المركز الثاني المركز الثاني من الجانب الاخر جعار ابو ناصر ينطلق بهذه الانطلاق وبهذا الاداء الجميل هنا وانطلاقة تحديات منبه احمد بن عبدالله بن تريس الظاهر ياتينا بهذا الانطلاق هنا والد الشباب المنطلق السالم بن حمود المالكي من ياتي على المركز الثالث والمركز الرابع المركز الرابع واضح حمد بن عبدالله بن حمد الدرعي من يقدم على المركز الرابع وخامس مراكزنا المركز الخامس مسعف السعيد بن عوض بن عبيد الراشدي من ياتي بمسعف على المركز هنا الخامس وسادس المراكز المركز السادس والقادم هنا الدبيل القادم هنا بشعار هجن السيرية من ينطلق بهذه الانطلاق والأداء هنا القدوم من قبل الجذاب خالد بن المر بن حلوى لاكتب من يقدم على المركز السابع والمركز الثامن شعار بن مغير القادم هنا مع ربال حارب بن مغير بسالم العميمي من يقدم لنا ربال بسلطان بهذه الانطلاق تاسع مراكزنا وصل ممدوح هنا بشعار الصعب عمد بن سلطان بن مرخان لقتبي ومن الجانب الآخر القادم بهذه الانطلاق هنا والوصول من شاهين قطامي بن محمد بن ذاري بن قطامي السويدي من يأتي على المركز العاشر هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الاولى قلف العشرة المراكز ايضا اسامي تتواجد هنا لها وزنها وثقلها نعود مشاهدين ومتابعين الكرام الى الصدر نعود الى المقدمة الى المركز الاول الى ماضي على الصدر ماضي على المقدمة والمركز الاول ونحن هنا بحاضر في مسيرة هذا الشوط ماضي لهلال بن سعيد بن هلال الظهر منطلقا هنا على الصدر وعلى المركز الاول والد الشباب يأتي على المركز الثاني هنا مع ابو صالح سالم بن حمود المالكي من يقدم على المركز الثاني وصل الصعب هنا ايضا بهذه الانطلاق مع ممدوح القادم به الانطلاق والاداة الجنسي ويتسل الممدوح الى المركز الثالث هنا لمحمد بن سلطان بمرهان ليتبه والوصول ايضا والقادم في هذه الانطلاق والاداة هناك من الجانب الاخر منبي لأحمد بن عبدالله بن ترس الظاهري ومسعف لسعيد بن عوض بن عبيد الراشدي اما سادس المراقز اول اذاعة للترس لمكتوم بالشيبة بن علي السبوسي من يقدم الترس في هذا الانطلاق سابع المراقز والضاح لمحمد بن عبدالله بن حمد الدرعي وهنا الوصول في هذه اللحظات والقادم هنا السليماني الراشد بن سعيد بن مبارك بن مقرنة الفلاسي هنا ايضا باول نداء يأتينا بهذا الانطلاق والاداة تاسع مراكزنا الجذاب الجذاب القادم هنا لخالد بن المر بن حلوة لاكتبي من يتابع الجذاب بهذه الانطلاق والاداة بينما من الجانب الاخر هناك المتسلل الريبال المنطلق هنا بشعار حارب بن مغير العميم من يقدم على عشر المراكز هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الاولى هنا بمسيرة هذا الشوط وتحدياته نعود هنا للصدارة نعود الى المقدمة والى المركز الاول نعود الى ماضي المسيطر على زمام الامور وعلى الصدارة وعلى المقدمة هنا الهلال بن سعيد بن هلال والظاهر ابو محمد من يقدم على المركز الاول وصدارة هذا الشوط هنا مسيطر على زمام الامور وعلى الصدارة في انطلاقة وتحدياته بينما المركز الثاني المركز الثاني والمتسلل المتسلل ممدوح يتسلل من مركز الى مركز ممدوح لمحمد بسلطان بمرخان لا اقتبي من يقدم هنا بهذه اللحظات من الجانب الاخر والد الشباب السالم بن حمود المالكي وارى هنا ملبي 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 يتسلل ملبي وشاهين من الجانب الاخر شاهين هنا قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي من انطلق الى المركز الثاني في هذه اللحظات بهذا الانطلاق هنا مع منتصف المسافة والاربع كيلو مترات هنا بسد دقائق 42 ثانية من سجلا في الاربع كيلو مترات ومنتصف المسافة المركز الثالث ملبي لا احمد بن عبدالله بن تريس الظاهر من يسجل هنا وينطلق على المركز الثالث الشبابي في المركز الرابع السالم بن حمود المالكي ممدوح في المركز الخامس لمحمد بسطاب بمرخان الاقتريب المركز السادس من الجانب الاخر والضاح لمحمد بن عبدالله بن حمد الدرعي وارى اسم جديد اسم جديد قادم ايضا في هذه اللحظات يتسلل من الجانب الاخر يتسلل هنا وعين على المراكز الاولى اللي هنا القادم بهذا الانطلاق والتحدي نتابع مشاهدين الكروم التدخل في هذه اللحظات ربال القادم ربال ربال القادم هنا لحارب بن مغير البن سالم العميمي قادم بهذا الانطلاق ومن الجانب الاخر من الجانب الاخر الانطلاق والتحدي مهم سامح ياتينا من الجانب الاخر انبارك بن راهض بن عبيد بن دغيش اللي اقتبي المنطلق هنا على المركز اي هذه اللحظات الربع والقادمة هنا عاصف 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 سعيد بسرية من حربي العامري قادم بهذا الانطلاق والاداء الجميل والفارس الخلف بالراشد النايلي الشمسي ولكن نعود نعود الى الصدارة نعود الى المقدمة الى المركز الاولى مع المنعطة في الاخير مع المنعطة في الاخير وملبي ملبي ملبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول وصدارتها بشوت احمد بن عبدالله بن تريس الظاهري وشاهين قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي من يهتي على المركز الثاني وربال ربال 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 الحارب بن مغير بن سالم العميمي من يأتينا على المركز الثوني والمركز الثالث عفوا والمركز الرابع ماضي ماضي الاهلال بن سعيد بن اهلال الظاهري ولد الشبابي خامسا هنا المنطلق سالم بن عمود المالكي وممدوح ممدوح لمحمد وسطان ممرخان اللي يكتبه وهنا الجذاب الجذاب الخالد بن المربن حلوى اللي يأتينا سابعا المركز الثامن المركز الثامن المنطلق والضاحة قطامي هناك لمحمد بن عبدالله بن حمد الدرعي وعاصف عاصف هنا المنطلق لسعيد بسرين بالحربي العامري والترس الترس المكتوم للشيبة الشبوسياتنا على المركز هنا أيضا التاسع فيها العاشر عفوا بهذه الانطلاق هاي الاسماء وسامي قادمة هنا معه أيضا نقترب نقترب من مدرج الهبوط إلى المنصة الرئيسية والثنين كيلومترات يفصلنا عن خلط النهاية ومدرج الهبوط إلى المنصة الرئيسية نعود مع منبي على الصدارة منبي على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور لأحمد بن عبدالله بن تريس الظاهري وشاهين قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي وربال ثالثا ربال الحارب بن مغير بن سالم العميمي يأتينا هنا والد الشباب على المركز الرابع سالم بن حمود المالكي والمركز الخامس ممدوح ممدوح من يأتي على المركز الخامس هنا بالحمد بن سلطان بن مرخان الاكتب والجذاب الجذاب 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 قدم هنا لخالد بن المر بن حلوى سادسا المركز السابع ياتين الترس هنا لمكتوم الشبه السبوسي ووضاح من الجانب الآخر حمد بن عبدالله بن حمد الدرعي ووصل لافي وصل لافي بأول إذاعة للافي في مصيرتي هذه الأشواط هنا لمنصور بن سعيد من يقدم أول لده هنا الوصول كذلك من جراه عمد بن سالم المحمد بن ظبيعة اللي يكتب يالله الله هنا بدت المعركة بدت المعركة هنا مع الزمول المهجنات الأسائل هنا القادمات بهذه الانطلاقات والتحديات السلام يسلام التحدي واضح وملموس ملموس هنا أيضا بالانطلاق والتحدي ما شاء الله والاندفاع والد الشبابي والد الشبابي من غير من الجانب الآخر والد الشبابي من انطلقه على الصدارة على المركز الأول السالم بن حمود المالكي وصالح من يقدمه على الصدارة وعلى المركز الأول ربال في المركز الثاني ربال هنا المنطلق هذا الانطلاق وممدوح القادم ممدوح والجذاب ولافي والترس الله الله وهنا أيضا يأتينا جراح السلام هنا بالانطلاقات والتحديات ولكن هنا هنا ممدوح 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 من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول ممدوح وربال والجذاب والترس الله الله هنا معركة ربال 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 مع الستمائة متر الأخيرة وممدوح هنا بالتحدي الجميل ولكن ربال ربال من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشهد ممدوح يحاول والترس قادم وكل ربال على الصدارة لحارب بن مغير بن سالم العميمي ممدوح لمحمد وسطام مرهان لإقتباه وهنا الترس أيضا مكتوم من الشبه السبوسي ولكن ربال ربال على الصدارة على المقدمة وممدوح يحاول اللحظات الأخيرة هنا لمجريات هذا الشهد واحداث ربال ممدوح ممدوح ربال السلام الله ربال وممدوح اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة هنا بالانطراق والتحدي ولكن ربال 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 ممدوح اللحظات الأخيرة ولكن هنا الصدارة والمقدمة إذن ربال هو من أعلى للفوج والناموس التهانينا الحارب بن مغير العميمي المركز الثالث ممدوح حمل بسطام مرهان الترس مكتوم من الشبه السبوسي حلق المركز الثالث المركز الرابع الجذاب من حلق على المركز الرابع هنا لخالد بن أمر بن حلوى لكتبي ولا فيه لمنصور بن سعيد بن منالة من حل على المركز الخامس هذه النتيجة هنا لمراكزنا الخمسة الأولى نعود هنا مع ربال من أعلن الفوز وأعلن ناموس هنا بسجله المميز الجميل أيضاً بالأيديدي هذا الاداء هنا باثنى عشر دقيقة بالانطلاق والتحدي ثلاثة عشر دقيقة ثلاثة عشر ثانية بالوفاء والتمام والكمال هو توقيت هنا ايضا ربالي تهانينا الحارب بن مغير بن سالم العميمي هنا بهذه الانطلاق وثلاثة عشر دقيقة ثلاثة عشر ثانية جزء واحد من الثانية توقيت ممدوح هنا للصعب محمد بن سلطان ممرخان الاقتبي قدم عرض يشكر عليه الترس من حلها على المركز الثالث هنا لمكتوم بنشيب بن علي السبوسي بفر التحدي لقيقة ثلاثة عشر ثانية خمسا من الاجزاء من الثانية تهانينا والنموس تهانينا للجميع التواصل يستمر ذا المشاهد